لو الحكاية فيها إنا فيديو ناس كتير جدا بتشتكي من الصداع المزمن خلال شهر رمضان الكريم وخصوصا أثناء ساعات الصيام بالنهار طيب بتختلف الأسباب من شخص لتاني ولكن أشهر الأسباب اللي دايما بتسبب صداع هي اضطراب النوم الناس بدأوا يتسحروا في وقت متأخر من الليل عدد ساعات النوم قلت ومضطر يسحى الصبح بدري علشان أشغاله فده بيعرضوا جدا للصداع والإرهاق وعدم الإحساس بالراحة على مدار النهار ده أشهر الأسباب في أسباب تانية برضو شهيرة هي التعرض للشمس وفي نفس الوقت مش قادر يعود جسمه بالسوايل أو بالمية فيحصل أن ضغط الدم بيقل وده بيعرضوا برضو للصداع شديد وإرهاق بالنهار ناس كتير بتقلل جدا الخضار والفكهة وقت رمضان من كتر بقى المغريات الأخرى زي الأكل الدسم والحلويات فبيضطروا أنهم يقللوا الألياف ده بيسبب لهم جدا إمساك والإمساك من أشهر أعراضه للصداع المزمن يعني بنكتشف أن حد ما عندوش أي مشاكل غير الإمساك ومجرد ما بنعالج الإمساك بيبتدي يقل معاه موضوع الصداع طيب سبب شهير جدا برضو بتعرض له الناس في الصيام هو سحب النيكوتين من الجسم والكافيين الناس المدخنة بدأ يقلل جدا التدخين بتاعه والسجير هيبص يلاقي أنه عنده صداع وعدم إحساس بالتركيز وعصبية جديدة تاني يوم وده بيبقى سببه أن النيكوتين بدأ يقل من الدم بتاعه الكافيين نفس القصة الناس اللي بتشرب شيء وقهوة ونسكا فيه كتير يبتدي يقل معدلات الكافيين في الدم يبتدي يتعرض إلى صداعه خصوصا الأيام الأولى طيب إيه علاج القصص دي؟ أولا هنشرب مياه بصورة كافية من الفطار للصحور علشان ما نعرضش نفسنا الضغط واطي تاني يوم تاني حاجة الألياف ما تقلش خالص من أكلنا كخضار وفاكها علشان ما يحصلش مشاكل فيه القناة الهضمية وإمساك تالت حاجة نحاول على قد ما نقدر ما نتعرضش للشمس بصورة مباشرة نحاول نزبط ساعات النوم بتاعتنا ونحاول أننا الكافيين والنيكوتين يتقللوا تدريجيا من قبل شهر الرمضان الكريم على أساس نكون مستعدين بإذن الله لساعات سيوم طويلة بدون مزيده في الدم شكرا لكم